بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة سنخصصه حول قضية تحديد النسل نتحدث عن قضية الإنجاب وولادة الأولاد وتكتير النسل نتساءل هل زيادة النسل وتكتير عدد السكان هل هو حقا يؤثر على الاقتصاد العالمي وأن هناك تهديد بالنذرة وأن الناس سوف يقبلون على إفلاس هل حقيقة أن الأرض لا تتسع للمزيد من الإنجاب والأولاد ولماذا بعض الناس يجتهدون في الدعوة إلى الإجهاض وإسقاط الجنين ولماذا بعض الجهات تدعو للتقليل من الولادة وتروج لفكرة تحديد النسل ثم ما موقف ديننا الإسلامي الذي هو الدستور الأعلن جميعا كيف ينظر إلى قضية الولادة وإلى قضية تحديد النسل هذا موضوع له ارتباط بواقعنا المعيش فقضية الأولاد ربنا عز وجل ذكرها في كتابه العزيز في تجليات مختلفة المال والبنون زينة الحياة الدنيا الآن كالقوم جموعة ديالخبراء الاقتصاديين عبر العالم يدقون نقوس الخطر وكيقولوا بأن الإنجاب بهذه الوتيرة اللي غد بها سوف يؤدي إلى الضرر بالاقتصاد العالمي خصوصا في الدول الإفريقية والدول العربية والدول الأسيوية لكن في علم الاقتصاد معروف بأن هناك الانتاج لك الانتاج لا نخاف وعوامل الانتاج هي ثلاثة هناك الأرض وهناك رأس المال وهناك الإنسان فمادم عندنا ثلاثة أشياء نحن لا نخاف الأرض موجودة ولله الحمد رأس المال موجود ولكنه مكنوز وأيضا عندنا الإنسان الكل يعلم بأن الخبراء في الأمم المتحدة كيعتبروا بأن الإنسان هو أهم العوامل على الإطلاق لأنه كيساهم في الانتاج الحقيقي لأنه ما قيمة الأرض وما قيمة التروات وما قيمة المال إذا لم تكن عندك قوة بشرية تستطيع استغلالها فالخبراء الحقيقيون يقول لك لا سبي ما عندك قوة بشرية فأنت من أغنى الدول هو الآن ما يسمى بالتنمية البشرية قبل ما نركز على الأرض وقبل ما نركز على رأس المال نركز على الإنسان على القوة البشرية في القوة مثلا مع الدول المتقدمة جدا بحل اليابان الرقعة دي الأرض ديالها محدودة ولكن استطاعت أن تبلغ إلى أعلى مؤشرات التنمية والسبب لأنها اعتنت بالقوة البشرية كالقود والأخرى عندها تروات وعندها أموال وعندها خيرات ولكنها لم تحسم استثمارها لأنها لم تركز على الإنسان وعلى القوة البشرية إحنا إذا رجعنا إلى الدين الإسلامي اللي هو الدستور الأعلى لأن كل شيء سوف يزول ويبقى القرآن تمر الحضارات وتمر الأمم وتمر التقافات وتمر القيادات وتمر الزعامات وتمر الفلسفات ويبقى القرآن لأنه كلام الله يا ما التاريخ طويل من أراد أن يعرف قيمة القرآن عليه أن يدرس التاريخ وتعاقب الحضارات الفينقيين البندال البزنطيين الفراعينة وعدد الدول أو في المغرب مثلا الأدارسة المرينيين المرابطين الموحدين ما شاء الله أمم كثيرة زعامات قيادات وحضارات وتقافات وفلسفات وإديونجيات كل إلى زوال ولا يدوم إلا وجه الله والقرآن الكريم صفة من صفات الله والصفة باقية ببقاء الموصوف لهذا يبقى دائما القرآن الكريم الدستور الأعلى الذي لا يتغير ولا يتبدل جميع الدستير عمره خمس سنوات وأكثرها عشر سنوات ولابد أن يتغير ذلك الدستور لأنه وضع بشري البشري في تطور مستمر وأيما دستور ضل أكثر من عشر سنوات جيل بكامله أو عقد بكامله يصبح مترهلا ولابد من استفتاء جديد لإعادة سياغة دستور جديد يتناسب مع الضرفية ومع الوضعية لكن الدستور الإلهي القرآن الكريم يبقى فوق الجميع الذي وضعه هو رب السماوات والأرض إذا رجعنا لكي نستفتي هذا الدستور الأعلى ماذا يقول عن قضية الإنجاب وعن قضية تنظيم النسل أول شيء يصادفنا في هذا الكتاب العظيم هو أنه يؤكد على أن كترة الأمة نعمة من نعم الله مجرد أن تكون عندك كترة في الأفراد فأنت في نعمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهذه النعمة لابد أن نشكر الله عليها تستحق من الشكر ربنا عز وجل مثلا حينما يخاطب نبيه شعيب عليه السلام وفي عهده كانت صراعات حتى هم عندهم مشاكلهم خاصة القصص للأنبياء هي نماذج بشرية عندهم صراعات بين الخير والشر بين الحق والباطل وربنا عز وجل قصهم علينا لنأخذهم من العبرة هم عينات لمجتمعات بشرية فيهم عبر وعضات تذكر الله عز وجل أن شعيب في الأول كان عندنا سقلال ولكن الله تعالى حينما أراد أن ينعم عليه كتر نسله وقال جل جلاله واذكروا إذ كنتم قليلا فكتركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكتركم سيقل آية كتكلمة على سيدنا شعيب ولكنه ينطبق على جهات مختلفة حتى المسلمين في الأول كانوا قل ثم إن الله عز وجل كثرهم فاعتبر الله عز وجل هذه نعمة واذكروا إذ كنتم قليلا فكتركم كترة الأمة هي من أسباب أنها تصبح أمة عزيزة العزة الانتصار القوة يكفي أن الأمة كثيرة النسل عظيمة المقام الآن الصين الشعبية تعتبر من أعظم الدول المعمور والسبب لأنها بوحدها فيها مليار فيها تقريبا ربع 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 سكان العالم حوالي مليار ستمية أو سبعمية مليون ولهذا الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية تكتسي الجميع تكتسح عدة نطاقات ربنا عز وجل يتكلم عن الكيان اليهودي عن بني إسرائيل منذ أيام زمان كيف أن بني إسرائيل تحولوا مرة كيكونوا أقوية مرة ضعفاء مرة ربنا عز وجل لا ينعم عليهم مرة يسلب منهم النعمة فكيقول الله عز وجل عن بني إسرائيل ثم رضدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة مراحل تاريخية طويلة هذه الأمة الإسرائيلية مرة تسعد مرة تنزل ربنا عز وجل يذكرنا بالنعم من لك نضعاف وحد الوقت ثم صلح إيمانهم ربي عز وجل أعطاهم المدد أعطاهم القوة أعطاهم التمكين في الأرض ثم رضدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة قوة لهذا نجد بأن في ديننا الإسلامي هناك تأكيد على أن الإنجاب في حددته هو خير لأن الولادة للأبناء غد يكون معها إن شاء الله تقدم وتطور وتكامل وازدهار وانتصار لهذا كان يدعو إلى تكثير النسل فمثلا حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني هم النبي معه النفر والنبي معه النفير والنبي معه الجماعة كل نبي عنده وحد القلة وغتبا لي وحد الغمامة السوداء عظيمة سوداء فقال من هذه قال إنها أمتك سواد أعظم فيفرح النبي الكريم بأكتر عدد المسلمين لهذا قال فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى المولود اللي تولد وأطاع هو بقي صغير أو ما زال سقط يالله عنده شبع شهر ست شهر حتى هو عنده مبعث الشرف يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط حتى بالسقط يظل منبطحا على باب الجنة فيقول الله عز وجل أدخل فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه فيؤمر بهما إلى الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك المباخات بالإنجاب وبالنسل حتى ذاك المولود لربه عز وجل قابض روحه وبقي ما زال ما كنبسع شهر في بطن أمه هذا أيضا يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة يظل منبطحا على باب الجنة تعتقد ذاك السقط ذاك المولود اللي مت في السور وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تلقى وقف على باب الجنة ربنا على الزواجك يقول دخل يقول له لا أنا أنتظر أبواي لأنهم أولياء نعمتي فيقول الله تبارك وتعالى لأحد الملائكة سير ائتني بولديه والديه ربما كانوا في واحد مكان صعيب ودرفية صعبة فبفضل هذا السقط هذا المولود اللي مات في الصغر يأمر الله به مائد الجنة ويقول هذا بفضل رحمتي لك النبي الكريم كان دائما في الزواج يقول زوجه مع البنت اللي تكون مازال بكر واللي قادرة تنجب تزوجوا بكرا الودود الولود اللي بغير زوج من الأفضل تكون بكر الودود الولود ما معنى الودود فيها المودة فيها الرحمة فيها الرقاء فيها الإحساس الجميل الولود التي تنجب ثم قال صلى الله وسلم إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة الولود الودود العفيفة هذه خير النساء وأيضا حدث كثيرة كثيرة النبي الكريم كان ينص كان يأمر الصحابة أنهم يكترون من الإنجاب لما قال ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله لاش الله أخويا ما تزوج الشيء المؤمن أو المؤمنة ما يمنعه أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة يعطي الله شوني تثقل الأرض بلا إله إلا الله أنت كتموت وكتدفن في القبر وكيبقى ذاك النسل ديالك ذاك النسمة ديالك كتقول لا إله إلا الله ويأتيك الرزق إلى قبرك رزقك يبقى بعد موتك لأن عندك الإنجاب مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وجعله كيشكع له شكع له أنه ما عندوش المال ما عندوش كذا قال لي فتزوج قال لي فالزوج يعطيك الرزق ويعطيك العيال من لكيجيو العيال وكيجيو الأولاد كيجي معهم الرزق ثم قال إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف لبغى بها الله الخير قبل ما يموت يشوفوا ليداته حتى يرى الخلف نصوص كثيرة جدا كلها تدعو إلى أول حاجة إلى التزاوج على سنة الله ورسوله والترغيب فيه واعتبر أن أحد المقاييس لاختيار الزوجة أن تكون عندها القادرة على الإنجاب وعلى تكثير النسل وكون بأن الأولاد هم مصدر للرزق في الدنيا ربك رزقك على قدر الأولاد اللي عندك ثم إنهم سبب في كسب الحسنات يوم القيامة ودخول الجنة ثم إنهم سبب في إنعاش الجانب الاقتصادي نصوص كثيرة تدعو لهذا الأمر لكن هذه الكترة لابد أن تكون منضبطة مشي كترة للعدد لأن قد يكون العدد كثير ولكنه غير غير مؤهل ما عنده كفايات ولا قدرات ولا قادر أن يكون نبتة طيبة في المجتمع فلابد للتكتير أن يكون فيها تربية حسنة أن يكون في تكوين للفرض أن يكون في تكوين للأسرة لكي تكون التروى البشرية لها الأطر البالغ على تنمية المجتمع في كافة الأصعدة وإلا كان صدف النبي الكريم يحذرون من الكترة لمعنها قيمة قال لنا لا تتكالبن عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها قيل أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذا حديث فيه التنبيه على أن قد يكون الكترة ولكن ما عنده قيمة كترة بالية ما عندها عقيدة ما عندها تربية ما عندها مبادئ ما عندها رؤية حقيقية واضحة لهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل اليوم كالقوا في وقتنا المعاصر كالقوا بعض الناس كيطالبوا الدول العربية والدول الإفريقية والدول الأسيوية بالتقليل من النسل وكيقولوا قضية تحديد النسل أصبحت واجبة لكن كالقوا بأن هذه الدعوة تأتينا من دول غربية نحن كالقوا الدول الغربية الآن تشجع على النسل كيشجع السكان والمواطنين على أنهم يكتروا من نسل ديالهم ويكتروا من تزاوج باشي يكتر العدد لأن الهرم التسكاني في الدول الغربية أصبح مقلوب يسير على رأسه عوض قدمي ولكن في نسل وقت ذاته كيوجه الدعوة إلى الدول العربية والإفريقية والأسيوية والإسلامية عموما بتحديد النسل وكان بعض العلماء الكبار كيعطوا واحد نظرية هي وهم يسموها نظرية الانفجار السكاني وهذه بطلة ما كيش انفجار سكاني القرآن الكريم يقول لك ما تخافش عمر ما غير يقع مجاع في العالم ولا غير يقع انفجار سكاني لأن الله عز وجل خلق الأرض وقدر فيها أقوتها يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها أي دابة الحشرات الدواب الحيوانات كلها والإنسان والجان كل من يدب على الأرض يسير على الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الرزق مضمون لكن يمكن كل المشكل يقول المشكل بسوء التوزيع لا من قلة الموارد نستبع الآن لكي تخبر الاضطرابات والصراعات واشكنا قلة الموارد أبدا الموارد موجودة صناديق ممتلئة الأبناك الحمد لله عمر سواء في جميع دول العالم ولكن مشكل في سوء التوزيع توزيع بين الفقراء والأغنياء كالقوة الفكرة التي يروج لها بعض الأشخاص من دول غربية وغيرهم فكرة تحديد النسل ألاش باش يقلالوا عدد المسلمين وكالقوة بأن في البلاد العربية دائما كمدصدع تشند الحروب وذلك الحروب كيوقع فيها القتل وكل مرة يتم زرع تنظيمة إرهابية لضرب هذا بداك الغاية أننا يسفك الدم ويقتل الناس ويقل عدد البشر مثلا نحن في العراق وسوريا هذه العقود الأربعة الماضية فقدنا حوالي ثلاثة أربع ملايين من الرجال الذين تزهو بهم الحياة في حروب عبتية حروب عبتية هذا عبت حروب عبتية تقريبا من ثلاثة أربعة المليون رجال جنود أقوية من أبناء الأمة من رجالة الأمة كان ممكن أن يستثمروا في الصناعة في الفلاحة في التجارة في الخدمات ولكن تم الزج بهم في حروب وهمية وخلق تنظيمات دي الكراهية أو دي البغضاء ووقعت عبت ثم إعدامات ومقابر جماعية ولبقنا هذين هكذا هنفقدوا مازان الكثير لا نغفل كذلك كالقوا هناك بحل شي مخطط باش يقلالوا عدد المسلمين ويضعفوا ويعودوا في مهب الرياح كالقوا من غير الحروب التي تؤدي إلى التقليل من عدد الرجال الأقوية كالقوا ما يسمى بالتربية الغير الصالحة إحنا الآن خايفين الجيل اللي جايم من ورانا خايفين عليه هذ الجيل للأطفال دينا أطفالنا وأبنائنا ولا عندهم مجموعة للتقنيات المعاصرة هالفيسبوك هالتويتر هكذا هكذا مجموعة لدي الهمة العالية للعمل الجد ربما إحنا الأجداد دينا كانوا أبناء أبناء المقاومة قاوموا من أجل إخراج المستعمر من البلاد كانت فيهم النخوة والشجاعة والهمة العالية والجيل اللي بعد منه بعد الاستقلال كان جيل دي المسيرة الخضرع جيل تهوى عند الروح الوطنية والدفاع على توابة الوطن وفيه الهمة العالية وجيل جيل بعد منه حتوى بغيبني الوطن من الداخل بغيبني البناء والتشهيد والتعمير والفلاحة لكن جيل اللي جيل مقبل كان خافه كان خافه بأنه جيل دي الاستهلاك بغيبني ياخد مبغيش يخدم وما عنده شي حاجة اللي كي يقدر يدفع لها وحد الصورة دي العباتية تلقوها في اشياء كتير في المجتمع دينا على الاقل الاعلامية دي بالان كل شي في البرابول في الطابلات كان خافه وكان قوحت المسلسلات الافلام اللي كان شوفوها وحنا بقين صغار كانت الافلام بالابيض والاسود تحمي القيم قيم دي المحبة وأن الخير ينتصر في الختام لكن اليوم تلقوا دائما الاجرام وجلب الشر للمجتمع وكأن القيم غابت نخاف من ذلك ايضا تلقوا فكرة اخرى تؤدي الى التقليل من عدد السكان هناك فكرة ديال التشجيع على عملية الاجهاض واسقاط الجنين تلقوا جمعيات قائمة بذاتها تبرر عملية الاجهاض واسقاط الجنين لاسباب كثيرة وكين الطباء اقوية عندهم الفصاحة والبلاغة والإمكانيات باش يكتروا من الاجهاض وسقط الجنين وهذا ايضا بدعم من جهات غربية كلك يدخل في مخطط واحد هو تقليل العدد ديالناس احنا عارفين بان هذا حرام ربنا عز وجل يقول واذا الموؤودة سئلت بأي دا من قتلت الاجهاض ووأد وأد الأولاد والبنات يسأل يوم القيامة يا رب هذا قتلني اسأله لما واذا الموؤودة سئلت بأي دا من قتلت ربنا عز وجل حذرنا من الاجهاض قال الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين سملك للاجهاض ولكش جعل الاجهاض أنهم خسروا لأنهم قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخوا عنده الدكتورة في الطب أو عنده الدكتورة في علم الأجنة أو في النساء ولكن سمها الله عز وجل سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ما قال ذاك الولد أو ذاك الابنية ذاك الجنين كان يكون سببا في رزق العائلة والأحباب والمجتمع رزق من الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ربق لنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي آياء نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا فممنوع منعا كليا الإجهاد السؤال لك ترح واش هاد الأعداد الكبير دي الإنجاب هل الأرض لا تتسع للمزيد البعض يدعي أن الأرض لا تتسع لأكتر من ستة مليارات نسمة اليوم البشرية فوق الكوكب الأرضي حوالي ستة مليارات نسمة هذا هو العدد يقولوا بعض المفكرين وعندهم قدرات الإعلام ودي الفكر ودي المؤسسات أنهم يؤكدون بأن الأرض حاليا لا تتسع لأكتر من ستة مليارات نسمة هذا هو لكن حاليا إذا زدنا غد نقف ما يسمى بنظرية الإنفجار السكاني لكن تلقوا بأن علماء البيئة في اليابان هذا مستقلون بعاد علماء جلاء خبراء كبار جابوا نظرية مضادة تلقوا بأن الأرض تتسع لأن يسكونها من البشر تسعون مليار ما زال بقي الخير يلا ستة المليارات ونحن مزح مين وهذا كله افتراء علماء يبانيون خبراء كبار في علماء البيئة يقول لك بأن الأرض ممكن تتسع لتسعين مليار ولكن لا حج لمن يدعي ذلك إلا لأهدف سياسية معينة السؤال اللي غير ترحو على السادة المستمعين كيف يمكن أن يتحقق تكتير النسل كمقدمة القوة بأن ما حال يخصك تولد باش تطبق القوة النبوي تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم وفي رواية مباهن بكم الأمم يوم القيام وفي رواية أخرى تكاتروا تناسلوا هذا الكثرة باش كتجي علماء مختصين في التنمية البشرية يقول لك تكتير النسل يتحققوا بأربعة على الأقل خاص كل أسرة تولد لنا ربعة الوليدات ربعة لماذا لأن الزوجين إذا أنجب اثنين تصوى الراجل امرأ مع السكن الاقتصادي ومع الأزمة دون مدرسة غالية وكل شيء غالي يبدي فكر بارك علي غير جوج إذا أنجب جوج ذكروا أنت مثلا لن يزيد شيئا لأن اثنين أنجب اثنين ما غيركوش زيادة إذا كل المرأ وراجل ولده جوج اللي ولدت فقط المجتمع ما غيركوش لقدام غيركوش فقط ثابت في محله وهما ويقدر لا قدر الله واحد من الأولاد يضيع لا قدر الله يحفظ لأنك يموت في الطفولة أو في الصبع أو في الشباب أو يموت قبل أن يتزوج وهناك من يموت بالموت الطبيعي وهناك من يموت بحوالي السير أو يموت في غرقا أو يموت في الحروب فإلى مثلنا واحد رعدنا نقصا في المجتمع جوج تبات لو قع لك أي واحد فقط نقصا في المجتمع لأنك يقول تبات ثلاثة ثلاثة يا الله تبات الثالث هو الذي يسد المعدل لكن الرابع هو الذي يعطي التكتير الرابع والتكتير وكلما زاد على ذلك كان التكتير أكثر فالموضوع دي الأولاد ودي الإنجاب ودي البنات نحن نطرح للنقاش هذه كان مقدمة أيها المستمعون الأفاضل ما قولكم وما رأيكم بحسب واقعكم قضية تحديد النسل وش القضية هي في قلة الموارد أو في سوء توزيع التروات أو في أن التربية اليوم أولاد صعيبة للأولاد أو أن التعليم الخاص أولاك غالي وكيف يفرض عليك بالزز منك أنك تنظم النسل ديالك هل هذا واقع ديالنا بحضو كينتج أم أن هناك أيدي خفية تريد أن توصل مجتمعنا إلى حالة من الضعف وحالة من الفقر البشري أرقامنا أيها الأحبة الكرام مفتوحة في وجه الجميع من أجل مناقشة هذا الموضوع وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ومن سوش الأولاد والبنات هم زينة الحياة الدنيا الله يحفظهم ويبرك فيهم ويقر عيون الآباء والأمهات بهم أجمعين اللهم أمين يا ربي كريم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنستقبل مكالماتكم ونبدأ بأول مكالمة من وجدة مع للفوزية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي الله بك فيك الحمد لله وبركاته يا مرحبا شكرا لكم والبرنامج الحال أعزك الله لله يا مرحبا تفضلي أعزك الله لله أنا أعزك الله لله عوضة إيه نعم نعم تفضلي عوضة ملحة أنا أعزك الوالدين جاليك عزك الله لله سكتنشي سكتبيري عزك ديرو للدين والمعطش هو لكسين إيه المشكلة أنا كناسيهم ما سنغيش والوالدة كاترين مكات مرد إيه لا لا فوزياء واش انت ابنتي بقى ممزوجاش لا وكتظن بأن السبب لأنك ممزوجاش أن عندك شمعمول لك شعمل شيطاني لا عندك شليك يبولويا أخانا تنبويا أخانا تنبويا شكا نبولوما بخانا تفقدو الأمل أخانا ليلها إلى الله نعم بنتي فوزياء نعم عندك سؤال تاني أو تدخل آخر لا أحسا في شكرا شكرا بنتي فوزياء لا إله إلا الله الله يفرج عليك الله يساعدك يا ربي يا كريم فوزياء أول حاجة كنا نريد أن نقول لك نهنيك على عقيدك سليمة العقيدة السليمة هي المحك فوزياء بنتي احنا في الحياة في اختبار احنا في الحياة لم يكتب لنا أننا نبقى فيه هذا الكوكب الأرضي احنا غير مؤقتين ها مؤقتين غنلوزوا واحد برع سنوات وغنرحلوا ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يوسط الشباب قال لي عبدالله بن عمر قال لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لماذا قال لي عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر هذا الصحابي با هو سيدنا عمر وحد الوقت دخلوا دخلوا الغرور وأنا ربا فش كنت با أنا ربا هو عمر بن خطاب فكان يحب الدنيا وليك يمشي الأسواق وليك يجمع الأموال وليك يقلب على الإماء والجواري ولكن النبي الكريم شافه واحد نظراء فحص وليك سعنده 21 سنة ملك الكثير فضرب على صدره قال يا ابن عمر قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل من اللي سمعها عبدالله ابن عمر هذه الكلمة زازعاته من الداخل علم بأنه مغادر واجبع تتشبع وخليهم مكنوزين في الأبنك وشري الموقع الأرضية وغير ديم وحدة أخر الدنيا كلها إلى شيء فكان كي يقول لنا النبي الكريم كي يربينا ما نربيوش الكبدة على الدنيا نربيوك الكبدة على الآخرة ومن ثم أصبح همه الأوحد وهو أنه يعمل صالحا ولا يهمه ما مضى وما لم ينضي المهم أن تعمل صالحا وسبحان الله بهدنية ربي عز وجل أعطاه العلم أعطاه الفتح أعطاه القبول فأصبح عبدالله بن عمر من الأخيار الأبرار والرزق يفض عليه وهو لا يريده الله تعالى تجلى عليه بالعطاء والنعم علش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بفيه العقيدة السليمة العقيدة بالله النظرر من الله والنفع من الله والعطاء من الله والمنع من الله حسنا للأسف أحيانا الواحد منا كتوقع عليه واحد شدة في الحياة كيبدأ يقلب على مخرج ما توظفش كيبدأ يقلب على كود بيستو أو على شي واحد يأخذ الرشوة باش يتوظف فتاة ما تزوجتش كتقلب على مخرج أبسط المخارج كتمشي عند واحد الإنسان أو إنسانة عراف أو عرافة كيستعمل شعوه ده لعله يفك ما بها من ضيق دايما كان قلبه ونتشبته بالأخ وكان سوى بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور كلها بنتي فوزية أنت عندك الإيمان وعندك اليقين وكان هنئا لك بقيف هالطريق تمسكي به والديك الله يغفر لنا ولهم بحكم تقاليد وعادات بالية ما زال في الاعتقاد ديانهم غتمشي تدير الشعوه ده وغيتفك لك هات الشي اللي وقع لك هات الناس تعالى الشعوه ده شكون هما هما وناس كيقول لك احنا كنبيعوا السعادة تحمل واحد طلقت معاش مش عويد كبير يا أخير احنا كنقدمو خدمة إنسانية احنا كنقدمو خدمة اجتماعية كيجوا عندنا الناس مكسورين مهمومين وكان بتو فيهم الامل فقط هو كيبت فيه الامل هذا دك اللي عنده مبادئ سامية ولكن من البعد كي يطلب منهم مبالغ طويلة كبيرة خس كدا خس كدا خس كدا نبيه الرحمة صلى الله عليه وسلم تكلم مع بعض النساء اللي الله سلموا واحدهم مكت عندهم بدل اعتقادات يمشي عند العراف او عند الكاهن يهز الخط يضرب له الكارطة او لا يدل لي الرمل او لا يدل لي مجموعة دي الاشياء اللي هي معروفة فقال لهم من اتى ساحرا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ما شاء الله حديث مخيف لان فيه التكفير والتكفير لا يكون الا في القضايا الخطيرة جدا من بينها انك تعتقد في واحد الانسان انه يضر او ينفع اللي وقع عليه شي ضرر اشعر بانه مسحور او شعر بانه عنده المانع طبعا ممكن تقصد انسان مش مشعود انسان يدلك على الله الراقي والفقير والصالح هو لا يفعل شي ما عنده واله تهور بشر ولكن اشني القيمة الاضافية اللي عنده يدلك على الله الصالحين الاولياء المقربين كانوا يدلون الناس على الله فيكفي ان الانسان رب يعطاه رزق قليل او ان الزواج مجاش رزق من هو الرزق سبحانه وتعالى هو الله تعالى اذا شغن دير غنبقى مدق باب الله رب يشير عنينا ذلك الوضوء الصلاة الذكر الاستغفار الصدقات التبتل المناجات بالليل نخليناه كله خليناه وكيمشي عنده واحد سيد دير واحد البيت مزعج ومخيف وكيلبس واحد سواد وكيقول واحد ترانيم واحد البخور وكيقول قلها قلبي هاتخمامي هبشيتين الله وقل يا اسمك واسم الام ديالك واسم الشخص وكيدر شعوذا ذلك شعوذا فيه واحد شك يشد لانه علم سحر علم علم وربق يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين لكن لتعلموا لتعلموا فقد كفر من تعلم علم السحر فقد كفر حتى التقوص لتعلم علم السحر باش كيبدأ كيبدأ بالإساءة إلى القرآن انه يكتب الإخلاص والمعاودتين ببوله وغائطه وانه كي يدرش أشياء غريبة غريبة أستحي أن أقولها وهناك يتعلم تلقيت مع واحد ساحر كبير سولته وفيه عنده عنده الجهد من يجب تلك شي كله كيباش تعلمته وبدأك يحكي لي كيباش تعلم تعلم دك شي بوحد طريقة مخيفة بمعنى أنه باع دينه بغرض من الدنيا قليل وفي اللكر هو لا ينفع هو غريبة يضر ولا يضر بأمره بأمر الله وما هم بضارين به من أحدين إلا بإذن الله بنتي فوزياء لن أطيل عليك والديك لهم السمع والطاعة فيما أمر به الله أما يقول لك سيريا للي كذا لا بغتي للا تزوجي على الرحب والساعة غنمشي لبيت الله غنفق مع الفجر غنفق خيام الليل غنكتر من الذكر غنستغفر ربي سبحانه غنقى القرآن الكريم غنقى الصالحين والصالحات دعوه معايا وغننتظر الأمر من عند الله أما الأخر معدوم يعطيك لأنه بشر وفاقد الشيء لا يعطيه هو ينتظر منك ذراهمك أن يأخذهم وكي تسمى المغفلين يقول لك يبيعهم الأمل ولن يعطيهم أي شيء فبنتي تفوزياء انتسمتك فوزياء وغتفوزي بإذن الله أنصحك يا فوزياء غتبقى تقولي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وإن شاء الله تعالى ربي عز وجل هو وكيلك هو اللي غيرفع لك المانع ويحيد لك العقبات ويفتع لك أبواب الفرج وأبواب التي يسير كثير من ذكر الله كثير من ذكر الله واربي غد يعونك الله يكملك الرجاء والله يقوي إيمانك والله يعطيك القبول والمدد آمين يا ربي يا كريم تحولوا من وجدة إلى مراكش مع أخينا سي عمر أهلو أهلو السلام عليكم يا مرحبا المولاي اسمح لنا أخي اسمح لنا سيدي عمر الله علي مقامك سيدي عمر أمين يا ربي شكرا لك سيدي عمر أمين يا ربي أكرم أكله أمين أنا وعليك بالخير آآ باتوا لي أخير معات وليدات فقطات بهم وراء وضعوا الجوش الحمد لله وزم الله وليداتي بخير وبخير بردت اليوم سبعة وليدات طنطول مات بعمها مشي دعاة الخير لوليداتي وجامع المسلمين بيوسع لي الله وزم لي الله بقي طريقتي يا ربي هنيئلك سيدي عمر هنيئلك الحمد لله الحمد لله إننا جوجت آآ 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 فتش هني وسبعين الله 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 ومعاتوا لي هذا معمني ستمتبعين يا ربعة توليدات ومس ستمتبع ستمتبع والسيدة والحمد لله محلي لا هذيك ولا هذيك كلهم بخير وعلى خير مستقرين كل أحداث نعتقل وزي ما بجالها بخير وعلى خير تنتبه الله دعيم يا مع وديدات اللي يجبوا لهم يالله دبا الأخباد الأخير مع المرأة الثانية معمجل الله جوسفة فإنه واحد وربيت على سخل يا الله الوديدات بخير تنتبه الله دعيم يا مع جبع المسلمين يا ربي سيدي عمر هنيئلك أخويا هنيئلك آآ آآ في العمل ديالي فاشتكال عمل يشير يالله في الرزق بس يا ربي إن شاء الله بالرزق إن شاء الله بالرزق نوفيك شكرا الله سيدي عمر شكرا لك أخويا شكرا وعفوا سيدي عمر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخي عمر كان شكرك أول حاجة على الكلمة الطيبة ديالك الله نورك بنور الله المرأة الأولى ربي عز وجل قدر لها وحد الفضل العظيم أكيد أنا تكون حزينة قد قل لك أنا تزوج مع سي عمر ودوست مع سنوات وربعات يتسقط وقعالية وما بعد سي عمر تزوج مع المرأة الثانية هنقول لك لا لا أنت الفائزة رقم واحد علاش وحسي عمر معك فائز هادوك الأولاد الصغار كما ذكرنا سلفا هم كيتسمو في الفقه الإسلامي بالسقط ماتوا بقين يالله خرجوا من كرش منهم سبب ربما أن الأم الحمل ديالها عند مشكل في القرون أو عند مشكل في الوالداء أو عند مشكل في الأكسيجين أو أنهم ركدة من ركدة الشيطان كما قال النبي الكريم أسباب كثيرة لا يعنينا هذا السقط كيسمه النبي الكريم الوديعة الفقهاء كيسموه السقط والصالحون المربون اللي كيتكلم على التربية والسلوك كيسموه الوديعة فانتسلي عمر والزوجة ديالك الأولى عندكم ربعات الوديع عند الله الوديعة هي واحد الكنز تأمين كيبقى مخبي عنده واحد الإنسان آخر أمين لا تحتاجك يعطيه لك وديك الوديعة كينا الوديعة لك تنمو بحضب الوديعة خليت عنده بهيمة مثلا شات غد تحلب وغد تولد مليك ترجع بعد سنين كتلقى هولة ويد من الأكباش والأغنام كينا الوديعة لك تولد وكينا الوديعة ليتابت استابل هاد الوليدة هادو كي تسمى وديعة عظمى عند رب العالمين النبي الكريم يحكي لنا أن يوم القيامة يوم القيامة من اللي غد يجو الخلق وغد يوقف في باب المحشر ذيك ساعة ربي عز وجل غد يحسم الحياة كلها ما يسمى بنظرية الانفجار الكوني الأخير اللي غد انفجر فيه الكواكب والنجوم تكلم على العلماء الذي الفلك بأن الكواكب وحد الوقت تخرج على المصر يلوية غادية نحو الخروج عن مضارها ثم تقع استضام الكواكب وهي لسم الله عز وجل في سورة تكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الموؤد سئلت بأي ذا بن قتلت هنا غد يقعد كساء الانفجار الكوني والناس يخرجوا من القبور ديانهم وأمام هول يوم القيامة الناس غد يبقوا مدة طويلة يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون كيتسابقوا شكل غيدخل الجنة دغية كل واحد عندنا عمل دياله من بين الذين سوف يدخلون الجنة هم الأوائل الأول لغيدخل الجنة قبل الأنبياء وقبل المرسلين هم الأطفال لماتوا في المهد لماتوا في المهد ومن لولين ربي عز وجل يقول أعطيتكم الحياة وسحبتها منكم والآن أنتم عندكم الحق دخول الجنة قلوا يا ربنا لن أدخل إلا وأمي وأبي في يدي فربي عز وجل كيبعت الملائكة ابحثوا عن أمهم وأبيهم في المحشر الملايير دي الخلق منذ عهد آدم إلى قيم الساعة كيقلبوا ببساطة قلبها الأم الملائكة ما غير يبقوا يفتشو نحن لعدنا الآن الوسائل التكنولوجية دغيكة دي الغباغ كذلك في الدر الأخيرة لله المثل الأعلى فكيجي دوك الوالدين وكيقل لهم الله تعالى أدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وذلك الجنين كيعد كبير في ثمدي لهم في ثلاثين سنة وكيقل كيقل لهم أنتم أولياء نعمتي سيد عمر أنتو الزوجية الأولى هني قال لك تخيل معي بأنك ربعاء ديال الوليدات اللي خلتهم في الدر الأخيرة رغم في انتظارك عند عتبة الجنة وغتكون من الأوائل الذين يدخلون الجنة لهذا السبب النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل اصحب منه الأولاد متوله أبتر أبتر يعني مقطوع الناس المعند ولدت فجاء القرآن الكريم يقول إن شانئك هو الأبتر يعني عدوك هو الأبتر هو أبو جهل كيف يقول هذا الكلام والنبي الكريم سيكون هو الأول يدخل الجنة ولو قالوا بأن الأول لغا يدخل الجنة قبل سيدنا رسول الله سلم شكو هو هو بلال الحبشي بلال ذلك الرجل الأسود هو الأول يدخل الجنة قالوا كيف يسبق النبي وهذا بلال رجل صحابي ويسبق النبي الكريم قالوا نعم يسبقه كما يسبق الحاجب الملك الملك ملك يتمجي داخل واحد تجمع قبل ما يدخل الملك في مرسيم ملكية فاخرة يسبقه الحاجب أولا كما هدله الطريق فحاز بها بلال لماذا حاز بها بلال قالوا ربما لأنه كان مؤذن النبي المؤذن والمؤذنين له مقام عظيم وقالوا لا لأنه كان أسود اللوني وكان الناس يصهرون منه فأراد الله أن يعطيه العزة والكرامة فبسبب الظلم لتعرض له وكان صبور أعطى الله العزة والكرامة المهم سيد العمر هنئن لك ستكون إن شاء الله من الفائزين هذا فوز عظيم وهنئن لك بأن ربي ما أراد أن يقطع عندك درية لأن بعد موتنا الأولاد يوحدون الله لقال لا إله إلا الله ولدك عندك نصيب من الحسنة عندك أسهم الأولاد كلما صلوا ركعوا وسجدوا وفعلوا الخير وتلوا القرآن لك أسهم من حسنتهم لماذا حتى لأنك أنت السبب في إيجادهم وإنجابهم فأطلب الله تعالى سيد العمر الله يكمل لك الرجاء ويحفظك الله لولدات ويبارك فيهم ويعطيهم الله تعالى مقراتي بعليا ويبارك الله في الزوجتين ويصبر الزوجة الأولى على ذلك الابتلاء الشديد وإن شاء الله يكون فوز عظيم بإذن الله وديعة سوف تأخذها قريبا في الدار الأخيرة يرونه بعيدا ونراه قريبا الله يكمل لك الرجاء ويطول عمركم ويسعد أيامكم ويبارك لكم الله تعالى في الأولاد والأحفاد اللهم آمين يا رب يا كريم نتحول من مراكج إلى الدار البيضاء مع أخينا سيحسن مع أخينا سيحسن مع أخينا سيحسن شكرا لكم للتقام كامل لا أخينا دكتور بغتني شاشر معك أنا وأهل إنسان مزوج عندي 28 سنة نعم مزوج وفش زوج كان مشاكل ما بين نمرة وعيدها ومع الواليد الدي نعم و ما عشان بغتني دليل ميزان بيناتهم كفل الوالدين وكفل الولاد أنا تقدر بيناتهم باش ميكون نص دعم المشاكل ولكن مع ذلك همان أصار يدير صداع المشاكل وقلت الحل واحد هو أنا ندير دار الولادي وفش دار دار لقيت المشاكل يفين جاني جاني في نصيف ويقدر صداع بزوج ويقدر المشاكل ويقدر كنت ويقدر نبعيد عليهم ويقدر في مدينة وما في مدينة ويقدر نبعيد عليهم ويقدر المشاكل ويقدر مدينة ويقدر نبعيد مع مرات يقدر بزت يلحمش يدخل بزت يلحمش يلحمش يعني ما نبعيد يدخل فيهم لحول المر عندي بقى صغيرة بقى ما عرف ورزق الله بأحد الوليد اللي كان طلب الله أنه يخلي اليوم نشوف كي ما بغيت ويكون خير علي وخير علي أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه هذا السيد هادي كدخل في يوم المكتع نش كان ديما كان شكرا للزوج ذيالي كان ديما عزيزة عليا كان ديما كان شكرا لها باش تشوف الزوج ذيالي بلان رمو عزيزة عليا جزاف نعم كان شكرا بمعنا بكلمة ولكن مقارن وليس كدد المشاكل ودرجة كبيرة كدخلش يوم اللي مكتعني هاش لا حول أولا كان بغند خل الويد يوم قدخل لي يوم 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 إذا عزيزة يوم يوم وليكن عزيزة يوم لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله ويالحسن الله يفرج عليكم السحسن ما بغلش أنتو وعدك دكتور للسؤال كان بغلت تعتني فيها النصحة هو عندي والدي يالله دبا شيء للشعر دبا والله الشعر اللي عندي دبا الله يخلي لكم نصحة يالحسن أنني هنزيد في التربية دياله يمشي في التاريخ المستخيم يكون واحد دريق ويكون واحد دريق صالحة يالحسن يالحسن سلحسن ما شاء الله أقوله بها معك هذا شاب من شبابنا اللي كيبدو من الكلام دياله بأنه إنسان لطيف وإنسان وديع وأحيانا كيقدر التوقع التوضع في واحد المقر اللي فيها تداخل ديال الكلام وديال المواقف وكيبقى الإنسان في حيصة بايس هذا كتسمى حيصة بايس إنسان وحل كي غير يدير عادوا المشكلة مع نسيبة دياله الزواج أيها الأحبة الكرام هو ما كيكونش فقط بين زوج وزوجة هو كيكون بين عائلة وعائلة هذين فهموها مزيان الشباب ديالنا المقبن على الزواج اللي بغير زوج يفكر مزيان بأن الزواج دياله رمش شاب وشابة عائلة وعائلة خاص العائلتين يكونوا في موحد النعمة القابلية للإندماج ويقبل بعضون بعضا ملكا نشوفوا العائلات كالقوا كل عائلة عندهم طبع ديالهم كل فئة جهة من جهات بلادنا العزيز كالقوا ناس طبائع مثلا كتلقى ناس في مراكش معروفين بأنهم بهجاوة ناس ناشطين فكتلقى ناس دي الأهل فاس مثلا كتلقى فيهم الأناقة وفيهم الدقة كتلقى الناس العروبية مهورين الأكل والشرب واللحومات والضوارة كتلقى الناس الأمازيغيين فيهم أغارس أغارس كتلقى كل قطع قطع كل جهة معينة عنده واحد صفات غلابة فملك يوقع دك الاندماج بالأسرتين الإنسان المفروض أنه ينتبه إلى الصفات الإيجابية في الشخص ناخد في الصفات الإيجابية والسلبي ندرق على عيني بش تموت من تلقاء نفسها ما نقاش نحك عليها لبقيت نحك عليها غدينج بدحنش اللهم نسكت نفسي عليها عين ما شافت قلب موجع أخونا السياح حسن نموذج لأنهم اللي تزوج لعائلة المجموعين بها ويتجمع بغير يجمع مع العائلة يكونوا في ضر وحدة يكونوا أحباب ودول مفروض لأننا كانت من ناو نرجع العائلة الممتدة هذه العائلة النووية خلقت لنا الاكتئاب وخلقت لنا المرب وحدها والراجل الغي في الخدمة وكتشعر بأنها وحيدة والأولاد كيشعروا بأنها مكن لعمهم لخيلهم لجدهم هذه الأسرة النووية خلقت لنا مشاكل لا تعدوا تحصى أباؤنا وأجدادنا كانوا أفضل منا عدهم العائلة الممتدة العائلة الممتدة بكل شي مجموع مجموع شي ملكي للجد والعم والخال والخالة هدك يا عون هنا هدك يهزنا هدك يحل الباب دك يتسخر كل شي مجموع وخيل يغيب اللي غاب ضردي مع عامرة والقلوب كانت عامرة بالخير والمحبة لكن الناس ما قدوه يتعايش فيما بينهم أخونا حسن فكر أنه يدير دويره بوحده ويستقل ما تفهمناش أجعل أقل سنة أولى حياة نبدو بالاستقالة لكن كيش تاكي من نسيبة دياله المفروض نسيبة ربما لو سونا هده نسيبة لله علش كتصرفي هالتصرف مع السيح حسن غتقول لك البنتي رها بقى صغيرة وانا خسني ندخل باش نحميها وبغيت نوريها ربما هي عندها واحد رؤية حسنة ولكن ما عرفش تعبر بها بطريقة سليمة أكيد الله يحسن العوان أي أم عندها بنت بقى صغيرة وزوجاتها كتخاف عليها رأى الطرف من الكبدة ديالها كتقول واش بنتي طيبات واش سدت البوطاء واش غلقت الباب راجل أمشى للخدمة يالله ولدات يالله نفسها عندك الدري وقالها شي حاجة ديما كتقول كيف يسمون بنا قوسين خيطي بيطي ديما غادية جاية غادية جاية هذا ماشي عيب بالعكس هذا فضل أن هذا المرأة مهتمة ببنتها لكن بعد الأمهات ما كتزوج ببنتها ما كتزوجها على الله السلام كتخليها مهملة معرفتها واش سعيدة حازينة واكلة شربة أم لا لكن سيحسن ربما أن هذا الأم عند الكبدة شوية رهيفة وكتتم بأمها فهمها خوية هكذا فهمها بالوجه الإيجابي غير بالمقابل هذا الأم هنطلبوا منها الله يجيزك بخير حاول ما أمكن بنتك مع زوجك يبقوا واحد اللحظات يكونوا مرتاحين وعندهم خصوصيات ما يمكنش ندخل فيهم هذه الخصوصيات هي غير واضحة الإنسان كيفهمها غير بالفطرة السليمة دياله حتى بعض الأمور لا تقرأه ولا تتعلم وإنما الفطرة السليمة هي الأساس خيسي حسن حاول ما أمكن هذه النسيبة ديالك يقول لك الكلمة زوجك يقول لك نسيبتي العزيزة إياه هاتشين يجيتي هو هداك ولكن كبالية هدا كده دي ما كتصبق هذه الكلمة نسيبتي العزيزة كلام كله اسمه نعسل ولكن رأى الظروف ديالنا كتطلب كده وكده غتقدر ربما ت تغير لها أفكارها وسلوكها غير بالكلام طيب دي ما انت سيحسن رك تزوجتي ورا عندك امرأ ورا عندك وليد عندك أسرة صاف انتهى الأمر خصك تعايش مع الوضع كما هو ذاك الوضع كما هو خصك تقبله والتعايش معه ولكن تكون ديبلوماسي التغيير قد يكون التغيير بالعنف والعنف كي أدى إلى المشاكين والطلاق وانفي صمعه والزوجية وتستيشت شمل والعياذ بالله ما ينفع والطريق التاني هو الطريق الديبلوماسي الكلمة الطيبة مركة يسر من هنا مركة جبادي بهذه وغادي الأمور ميسر وكذلك سيدي حسن سيدي حسن ربي سبحانه وتعالى ملكي التغلب العبد المؤمن ملكي التغلب وكي لقاش الحل يلجأ إلى مولاه الله تعالى وعد بأن كل من يجأ إليه كي أطيل هبة الله تعالى القوي المتعال يتجلى عليك بالهبة إذا ربي يحبك يعطيك الهبة وذلك الهبة حتى هو واحد ما يقدر يقرب لك لا نسيبتك ولا جارك ولا الباترون ديالك ولا أي إن كان هذك الهبة باش كتجي كتجي بتعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله منصحك أخوي الحسن ما تخممش بزاف كل شيء يتصوب من تلقائي نفسه أحيانا قد إحنا مطالبين بالتخطيط بأخذ الأسباب بالتفكير المنطقي السليم وأحيانا ما كنفكروش كتجي مسجية من عند رب العالمين صوبة مقدمة مسجية من عند الله هدية من الرحمن كيف ذلك أنت أخويا خاصتك محتاج لواحد الهبة يعطيها لك الله تعالى باش نسيبتك تشوفك تحتارمك والمقربين إليك يقدروك هذ الهبة باش غتجيبها أول حاجة تعظيم شعائر الله في قلبك عظم شعائر الله في قلبك ثم أكتر في السجود تدلل إلى الله تدلل إلى الله كلما تدللت إلى الله وهبك الهبة وذلك الهبة باش كتجي كياتك الله شخصية قوية وغير قابلة للكسر كتكون كي يسموه بوحد العبارة السهل الممتنع غير قابلة للكسر وفي نفس الوقت ربك يغنيك من فضله جيبك عمر وملك يكون جيبك عمر وقلبك عمر بالله ربك يعطيك التمكين ويعطيك المدد وكتسبعك كنتك مسموعة ووريك والشوار وكتلقى كل شيء مزيان فقط أخويا السلحسن أنوصيك الوصية الأولى عظم شعائل الله في قلبك ثانيا في سجودك تذلل إلى الله بعد ذلك قد قاكلتك تصوب وكيتزجاد وكيتشتل عندك مسجي بفضل الله وجوده وكرمه فالله يكملك الرجاء ويسعد القلب ديالك وينور الحياة ديالك اللهم أمين يا ربي يا كريم ستحولوا من ضلبضة إلى ابن ملال مع سيراشيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك سيراشيد صحابي خير الله يرفع مقامك الله يرحم ويدين أمين الحاج الله يرحم لك لويدين إيا سيري عندي واحد في حلمها كي يكسب إيا ودي سألوا واحد الجامعة قريب منها في حلمها كي يقرع عليها وقال لي قال لي اسميها إيا وقلت لي اسميها فاتين دعم وقال لي قرع عليها وقال لي رخص كي تبدل اسميها لا إله إلا الله مع المدرسول الله وصفين وفقش على ثمان ديالة ملحاج واش نشوف ما عليك اسميها نحاول نبدلها أو لا الله يرحم لك لويدين أعقيني شي نصيحة أو لا إيا 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 سيراشيد دبا أعمل حاج عندها ثلث سنين الله يحفظ ها ويش فيها يا رب الله يضرف ك الله يضرف فيك ودي أعمل حاج أكرمك الله يا سيراشيد الله يشف فيها ويعرف الله يكتر كيفاش تعالج هما الأطفال الصغار في أعامين تلسنين من اللي يبكي وربما شي سبب من الأسباب اللي كدرهم يشوفهم طبيب لكن أحيانا قد يكون سبب ما يسمى بأمني الصبيان يصيب الأطفال الصغار فأحسنت أخي رشيد دي تعد فقية دي الجامعة القاضية سهلة فقية دي الجامعة كيقردك لبراكة دي القرآن الكريم وربك يجيب تسير كيقدر يكون ديك لوليد مصاب بالعين فإذا أصيب بالعين كيقدر وعينه الأحبة كتر من العين دي الأعداء كيقدر ديك لبنية جميلة وعاطي النظر وكل شي فرحان بيها هذيك النظرة دي المحبة كتصيب الطفل الصغير وكيبدي يمرض دخلش في شي حاجة في الجلد ديالو نعاسه ما كيكونش وخصوصا البوكاء إلا شفنا الدرد كيبكي الصغير طبعا عنده الطباب اختصاصي إلا كان شي مرض عضفي ولكن الطبيب ما عنده تحجم مرض عضفي هذك البوكاء دليل على أنه شدت فيه العين والعلاج بتلاوة القرآن هذي الفقه هو رجل ناصح مليق لك هذي الاسم فاتم ربما لأنه مشتق من الفتنة ألا في الفتنة سقطوا مشتق من ذلك يقول لك سكتبدي لها لكن هذا اجتهاد من هذي الفقه ربما بغى اسم يتكون طيبة فاطمة كريمة سعيدة خديجة ولكن هذا تجدد في الاسماء هذا ليس فيه فاتم هو مشتق من الجمال الشيء الذي يفتن الإنسان نعتبر أنه مشتق من الجمال وإن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا أصلحوا لبسكم وأحسنوا رحالكم وكونوا في الناس كأنكم شامة إن اسم شامة 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 هي الخال الأسود في الخد الأبيض فشامة هذا اسم متداول ويقصد به الخال السوداء على الخد الأبيض له خال على صفحة خد كقطعة مرمر في أو كقطعة عنبر في صحل مرمر كما قال الشاعر معنى أنه جميل وأنه فاتن فمن هذا المنطلق نعتبر بأن الإسم لا ضير فيه قد تكون المسترة طويلة دي التغيير وأظن أخو أخو يا راشيد أنه لا حرج فيه إسم جميل من الأسماء الطيبة كالك يسمي ملك كالك يسمي أدو أسماء كلها بعض الناس بيخلق فيها مشكل الأصل في الأشياء الإباحة عدنا في القاعدة الشرعية في الدين عدنا القاعدة هي الأصل في الأشياء الإباحة والحرام ما دل النص على حرمته هذه القاعدة العامة المتداولة عند جمهور الفقهاء ربي قال في كتاب العزيز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهمنا العلماء الإباحة الأصلية أن الأصل في الأشياء الإباحة كل شيء مباح لنا والحرام ما دل النص على حرمته ما تلقى ما كنش نص صريح في القرآن والسنة يقولن بأن هذا الاسم لا ينبغي أن يكون فالأصل الإباحة فما كنتش مانع هذا اسم جميل واسم مبارك الله يحفظ لك بنيتك غير أخي يا راشيد قرأ على القرآن الكريم قبل ما تنأس خصوصا صورة الدخان لك تحفظ الأولاد والبنات من أم صبيان الله يشافيها ويعافيها ويكبرها على طاعة الله ويقربها عيون العائلة والأحباب اللهم أمين يا ربي يا كريم هنتحول من مني ملال إلى سطاة مع للا فتيحة آه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قد أتغرمينا بس عليك أتغرق على هذا البرنامي لا أفو لا لا آه عدي وحد المشكيل مع راجل الله يخليك وما راني عيت على تلك خطرة وانا شارية معاه الدار معوناه ودابا كانت دارة لي اسميت ودعيته دابا دار لي طلاق شيقة لا يلا يلا الله آه وما كان عايش وكان بقى نبقي وطلاق وقولوا لي بغي بغي عيش بباه وكل شي وما خليت ما دارة وما بغي شي دار معايا بغيتو باش يرجع لي اوال للا فتيحة اشنو المشكيل اللي بينكو بينو والمشكيل بينو بينو كان طلعتش وحدوات صاب ما كان بينو منسحة جاو ومحلة شكيتش ويا سافي ما بقى تشي حاجة خرج بحالاته وكان عايش عندي قلع من دار ما نعطيه بعت الوالدة ادهاب عطاته بشعوناه في الدار عسى في الدار وزيد ما بقى ش وخيجي عند دار جاب لي الحول شرالي بخمسين ليلى هيل الله وكان طلبه وما بغاش وتصور هادي وخرجت لي اه كان شوف درت السيخار وبنت لي واحد الورقة فيها طالع ايه وجاتني ايه ليلى هيل الله اه فتيحة اه دبا هو هو لطلب الطلاق اه طلب كان يقول يمنطلقكش والله يمنعك ولا نطلقك ودابا طلب لي يطلق الشيقا ولا اسمي الشيقا قيك ولا يطلب الطلاق طلب الطلاق يعني انتي اشغلت القاضي قلت لي انك بغى تطلقي لا وبحل ومضرور مني قال لي مهي طا اه ديراني من بيت الزوجية طارده ليهما هو بحل لاني مدرعة وبيت الزوجية في اسم من اسمك انتي ولا اسمه هو البيت الزوجية اللي كان قل اسمها هي في دارنا ومن اللي اعطوه دارنا شراد تبعوا بول بنكة ايه قالوا لي قلت لي سافي خلي تخلص راسه ومقوا عايشين هنا مع الوالدة مريدة واذاك شو مقوا وخلي دار تخلص راسه ايه وقل لي وخها سافي هاتش داروا معايا وكل شي شوية سافي ما بقاش من اللي خد دار اه وكانت واذا القليل دي الواتساب وش هو مدمين على الانترنت كي ترسل مع صحابو مع كليون كليون عندو لش الواتساب بترتقع المشكل عاش كليون هي معرفة كانت دهم عاش بطاكسي ولا شنور سيدة قلت لي قلت يا روحة سيدة شكين قلت يا عندك تكون معايا ويا ما كانش بقيت سافت منك بقيت أنا كانت لوبون دعي كان قول يا ربي تجوج يا ربي تنشي عند واحد خور يا ربي تخلي هاد جوجات يا جوجات مشات الله يسهل عليها امين ودبا كان شوف واحد بنت خطو وكانوا عايشين عندي معونا ومكل شو ودبا معرض دبرولي لشي وحدة عندها 28 قالوا لها انت خالي سير سير فضي معادي وجيت جوج بياد وانا مسكين دبا عدي انا بارك مع اختي والدار ماشي ديال ما حفظك اختباتي حق ليلة هيد الله انا عاولي اولدي باقي وكان غطب ونقر يمدر انقر يمل عند انا مع كل شي ومبقاش كيشوف يعني عايت في سليفون بلوك الدري بلوك آلة ومكايز عنده يومي يعني عايت اللي ومبقاش كيعمل لي حاوله ولا قوة اللي عايت الخطو وقفت لي مشوف انا ما بغيت ندخله وديرين ورش يرسي جرع لي من الدار وجاب لي اول بوليس وقعت رجني بزز وبقيت من شورة ثلث ثلاثة ليل لا حوله ولا قوة اللي لا ولا قوة بقيت جارسة في الزرقة وملي وملي مشي جاب لي البوليس وجرع لي يا ليلة هيد الله وملي مشيت ناف لقد دار لي ياسمي سو شوية معرض خير من البوليس داني صافر بيا بقي نقاسين شوية من ورا يرع اندار بس انا ما انتخلش دار لي رجوع البيض السوجية العربية ما كان عرف شنا العربية والدري قرأ قتلي نمشي معاك كي خلي علعون يخرج ويجيبني جابني ثاني قال لي من لار عربات انا ما كان عرف شكتلي انمشي تعد انجلس معاك بالعربية على طبل والدي بغي انت عرلي يتدري باخد دات ناص العيام قال يمن شوية والا قوة الى بالله والدري معاك زمان العلول والده عايد السر لمن لي ده وطاس اللي قت يانس وليدي وق يعرف لي في المصح يقول عمر لي من تخلع لك قت صعف يخ وده اللي بغيت من تقيد معك مواله لا حول ولا قوة الا بالله ده بوعد ابغ ما عارض يقول ابغ ابغ ات وان اللي دح عيت وكان طلب من خوتي وكان نز ري ومك رفس وكل شي ودر دار وفي اللغ الجدي وعد اخر لا حول ولا قوة الا الله اخت فتح الله يفرج عليك يا رب الله يفرج عليك عدنا نرس عصري البقى عندي عصري يوم ذهب وكان صب لا 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 كان دير قيام الليل كان صوم كان صب صومان كان صوم صنين وخميس الله الله يفرج عليك الله يفرج اخت فتح لا اله الا الله لا حول ولا قوتي لا بالله اخت فتح هي كيف سمعتها قضيتها كتألم في القلوب واكيد اللي غد يحس بها هي المرأة المجروحة المرأة اللي وقع عليها بحال فتح انها اعطات الكثير وضحات بشبابها وبما تملك وكانت مثل الشمع تحرق نفسها لتوضيئ للاخرين وفي الاخر كتعرض للظلم وكتعرض للغضر وكتعرض للإقصاء والتهميش واذكر ما شئت من الألقاب والألفاظ والمراضفات لأنها مك يعلم بها إلا الله ممكن شبه فتحة وأمتالها بحال العصفور المكسور الجناح كي يبغي يغرد ولكن يقول كلام حزين وحزين عصفور يتألم عصفور جريح ودبيح لا ولا قوة إلا بالله أختنا فاتحة مثل العصفور مكسورة الجناح تسبح لله رب العالمين تبكي وتنشد الرحمن أن يخفف عنها ما نزل أختنا فاتحة نموذج للمرأة المعدبة للمرأة التي تعاني من ظلم الرجل بعض الرجال كنساوا بأنهم لما تزوجوا مع نسائهم ذلك الزواج مشي لعبة ربما أنهم لم يثقهوا بأن الزواج هو قبل أن يكون بين رجل ومرأة بين عائلة وعائلة هو مثاق مع الله مثاق مع الله فأخذنا منكم ميثاقا غليظا سمى ربي عز وجل ميثاق غليظ وملكة زوج الإنسان يقول على سنة الله ورسوله بمعنى أن الإشهاد يكون مع الله رب العالمين ومع النبي الكريم الطلاق وارد لكنه لا يكون إلا بأسباب قاهرة غير قابل للإصلاح أما وأن المرأة كدرش خطأ معين أو كيستر منه واحد السلوك معين بسيط ويمكن أنه يتصلح ثم كيزعم الرجل وكيمشي قلب على الطلاق فهو يضر بهذا الإنسان ويرتكب جرما عظيما جرم عظيم لأنه كيقطع الوثيقة والعر والوثقة كيقطعها بدون سبب اللي كيمشي لأي واحد مشى المحكمة خصوصا محكمة الأسرة وكيشوف عدد النساء المعدبات اللي الرجل طلقهم الرجل قدم طلاق بلا سبب ما ربما كان كيمشي وانتو حد البلية خطيرة بعض الرجال وانتو كيمشي الواتساب وانتو كيمشي ولا عندو الحرية دي الحوار وربما يقدر ينال المعجبات وأول ما كيضحك يضحي بالزوجة دياله هذا عيب وعار أحشوم وحنا شفنا عدد دي الناس اللي مشوفي هذا المصار كان مآلهم الندم ما كيربحش كيش غل الندم والعيد بالله هذا إبليس دال لنا الطرقات ربي عز وجل قال لنا ولا تتابعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هناك خطوات يقول لك أجل عندي فتح كونت في الفيسبوك فتح في الواتساب في اللول كتخذ ديك الوسيلة كطريقة للتواصل العائلي مع الأحباب مع المقربين وأيضا في الوظيفة في العمل ديالك مع المسؤولين ديالك رسائل من هنا رسائل من هناك شوي كيجي لإغترار وكيفتح كونت آخر وكيديروه باسم آخر مستعار وصورة أخرى مستعارة لشي ناجم من نجوم الفن أو الغناء ومن البعض كيبدأ يطلق مع الفتيات ثم كتبليه مراته بأنها غير زائلة هذا فتنة فتنة عظيمة وهذا ظلم كبير فاختي فتحة احنا قلنا قلوبنا معك كنت مننا بأن القاضي في المحكمة ما يتساهلش مع الرجل اللي بغي تطلق المرأة بدون سبب لأنك المرة اللي أخذتها شابة صغيرة جبتها بندربها معززة مكرمة وجبتها بأنك غد تزوج وغد الوليدات ثم كتجيبها نصطرق نصطرق وكتستغل للسلطة اللي يعطيك الله تعالى بأنك كتطلب الحق بالطلاق وكتطلقها وكتمشي تتقلب على مرأة تانية وهي كالضيع المرأة كالضيع لأن المرأة المطلقة دائما كتبقى في صراع خاصة لك أنه عند الإنجاب صعيب باش تلقى الرجل تاني الملائم لها إلا بشروط كبيرة وهذا ضم وعدوان أنا كانت توجه للسادة القضاة لأنه لاحظت مجموعة الحالات الاجتماعية هكذا السادة القضاة مخصوش يتساهله في مثل هذا الطلاق اللي كيكون غير النزوة رجل بغي يطلق المرأة للشقق وكيد داعش يدعى معين أن هذه المرأة غالي تتهمني ما تهتمش بيها ترفع صوتها عني هذه عيوب كمنا فينا نصلحوها ولكن لا تكون سببا في الطلاق وكي بغي نقول بعض الرجال إلا بلك الله تعالى بالنزوة أنا ربي عز وجل لم يشرع لك أن تطلق باش تستمتع بالنزوة قال لك الله طرق دي الحلال قال لك ما تناوى ثلاثة وربع الزوجة خوية مرة تانية ولكن لا تضيع الأولى الأولى أم أولادك الأولى نفسك ما بغتهاش نفسك ما قبلتهاش عندك معها ولدات وخليها خوية معززة مكرمة في عصمتك لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمر لكن تطلق هكذا وترميه هكذا وتقلب على مرأة تانية هذا الظلم ويكفي أنك إذا كنت ظالم عليك أن تخشى الله لأن الظالم الله تعالى يملي له حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر لا حول ولا قوة إلا بالله يؤلمون كثيرا أن أخواتنا اللي يوقع في هذا الوضع هذا كتبقى دائما في دائرة مفرغة من ينصفها كنتكلم معكم الآن وكنستحضر صور للعدد الكبير للنساء بحال أخت فاتحة أصبحنا مطلقات وعندهم مولدات وفي وضعية صعبة وهذه ربما رسالة للمنظمات النسائية أنهم يقتربوا من هؤلاء النساء المطلقات المعنفات اللي هم في وضعية صعبة ما يخلوش المنظمات النسائية كيغلب عليها الطابع السياسوي الانتخابات والكراسي المرلمانية وإنما تكون هاد منظمات فيها الروح الإنسانية يستمعوا إلى نبضات هؤلاء النساء يطالبوا بحقوق لهم المرة ما تضيعش حتى تضيع عدد النساء كيضيعوا إلا إلى من وجدت العائلة الكريمة الأب الرحيم الإخوة الرحمة وكيحاولوا يكونوا بها الرعاية والعناية أما اللي ما لقاتش مسكينة كتلقاها في ظروف صعبة شحال دي النساء كدروا الميناج وما عندنوش القدرة على العمل وكي يلقوا منهم من يلجأ إلى التسول ومنهم من يلجأ إلى ظواهر غريبة والسبب هو تبسط مسترة الطلق لعل القضاة يراعيه الجانب دي المآل والفقهاء عدنا وضعوا واحد العلم واحد المبدأ اسمه فقه المآل واخدتها تطلق نعم ولكن المرأم لها تطلقوها ما هو مآلها أتطيع النفقها دي شي بسيط ما هيكفيهاش غتشرد هيولدها القاضي لا بد أن يستحضر ما يسمى بفقه المآل ولا بد أن الرجل يقنعه يقنع الرجل بأنه يفكر مليون ألف مرة قبل أن يفكر في الطلاق وقطع عرى الزوجية للا فتحة نطلب الله تعالى يفتح عليك فتحة مبينا واحدة لو قع الطلاق للا فتحة نقدر الله لكي رب اسمه الكريم لكي رب اسمه الحنان المنان يكفيك أنك تكون قريبة منه يعوضك خيرا يعوضك بإذن الله تعالى أفضل وأكرم الله يكملك الرجاء الله يخفف عليك ما نزل والله يلقيك مع الأخيار والأبرار والصالحين اللهم أمين يا ربي يا كريم سوف تحول المستاط إلى إقليم والزام مع أخينا عبد السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمته الله وبركاته الحمد لله ولدي الله بك فيك أعزكم الله الحمد لله سيدي عندي في أسئلة مرحبا أنا عندي الوالدة وفاز لي الله أكبر كان أطرع عليك الصباح ذا بوجتك قرآن كترحا بك تدخل عليها بالرحمة والله يا أخي يا أبي إبن الله وعملتني وقف جلا واحد مرة في المعنام قلني مرات ابني سوريا لي قل المرات ابني سوريا لي ما فلمت الكلمة الأخيرة قلنا المرات ابني سور عليا هيدا سور عليا ايه او كنا من واحد المسجد كنا صلب المحسيني يتعاونوا معنا في الله جزئين بخير هاد المسجد في الكيدا أخي يا أبي إسلام عنا هنا في إقليم وزان في الدور قيادة مقرصة نعم إقليم وزان إقليم وزان جماعة عن بيضة جماعة عن بيضة عن بيضة نعم إقليم وزان جماعة عن بيضة هاد المسجد السعب السلام بديتوا فيه نعم بديتوا في البناء ديال ولا مازال وابنينا للسفلي وبقي بقي دمما ضال هنا ما كان فيه كان نبنيو غيرونا الدور ملكي أمو هذه الخدمة اه وكان خدوا أيضا نسعوا أيضا في الأسواق ومشون ندوى وراء خيرين ايه ايه ودبا كان طلبوا محسيدي يعوني الله جزيين بخير يا سعب السلام إن شاء الله تعالى كنت منه إن شاء الله الرسالة ديالك توصل خصوصا للمنطقة ديالوزان وما جاورها في جماعة عن بيضة هاد المسجد اللي في الدوار اللي محتاج إلى المساعدة هاد هاد كنت دخل فيه أموال الزكا أموال الزكا وحنا في محرام الحرام وموسم الزكاوات أن المسجد اللي كنت توجد في الدوار وبعيد عن الحاضرة وما دخلش في ربما في التهيئة العمرانية ديالوزارة الأوقاف الشول إسلامية لعند موديلية المساجد ومكلفة ببناء المساجد كيبقى هاد العمل كيدخل في إطار الجماعة جماعة كي تساعد بعضياتهم لبناء مسجدين في دوارهم وهنا العلماء يقول لك ها مثل هاد المساجد تأخذ فيها أموال الزكا فالناس ديالوزان المعروفة وزان بأهل الدكر وأهل الفضل وأهل الصلاح وما جورها فيقصدوها المنطقة جماعة عن بيضاء في هاد دوار يقدموا المساعدة لهؤلاء الناس لهم الأجر والتواب ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة لكي ابن مسجد هذا وقف عظيم لأن العمال كديره وكي انتهي لكن الوقف ما كي انتهيش كيبقى دائما ملافق قبره وكيبقى دائما الأجر والتواب من ركع وسجد وصلى وتل القرآن لك الأجر والتواب فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها صدقة جارية هذه صدقة جارية فهذه دعوة للمستمعين خصوصا في منطقة وزان وما جورها جماعة عن بيضاء يقصدوا هذا المكان يتساعدوا مع الناس شي كيجيب المصلحة شي كيجيب الحديد شي كيجيب النجار كيجيب العود والناس كيتعاونوا اللي قدر بشي حاجة وكيطلع بيته الله ليس فيه مصلحة لأي مكان إلا لإعلاء كلمة الله الله يبارك للجميع ويتقبل من الجميع أخونا سعب السلام بالنسبة للسؤال ديالك لوالدة وفيت الله يرحمه وسهل لحمه كيقول ممكن نقرأ عليها القرآن الكريم نصدق به هناك رأيين أخي عبد السلام بعض الفقهاء كيقول لك القرآن الكريم لا يتصدق به هذا الرأي الأول ديال بعض الفقهاء ولا يقرأ على الأموات كيقول لك القرآن الكريم وكتاب تشريع ومنهج للحياة فيه أوامر ونواهي وفيه قرارات ربانية وفيه أحكام قضاء ربانية وقضى ربك أن لا تفعلوا كذا وكذا دائما هذا يقول لك القرآن هكذا كتاب دستوري ومنهج حياة وفيه تشريع وأوامر ونواهي وتحذيرات فقال لك هكذا القرآن خلق لهذا الأمر الناس يجتمع عليه لتلاوته لاستنباط الأحكام منه وتنفيذ على أرض الواقع هذا الرأي الأول الرأي الثاني كيقول لك القرآن الكريم هو كما قالوا هؤلاء فعلا هو منهج حياة كتاب تشريع أوامر ونواهي ولكن كيقول لك أيضا بركات ورحمات وأنوار إلهية القرآن كل بركات ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كله بركات وكله أنوار وكله رحمات من ذلك الرأي الأول كيقول لك لا يجوز أن يقرأ على الأموات لأن الأموات ماتوا وأفضوا إلى أعمالهم فالميت لقلت عليه مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يقيموا الصلاة ولا يزكي إذا قالت عليه مثلا وجاهدوا في الله حق جهاده وهو لا يجاهد ومات يقول لك إذا لا يقرأوا عليه لكن الفئة الثانية من العلماء يقول لك لا فيه بركات وأن فيه أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آيات فيها الرحمة فيها النور فيها البركة تنفع الحي والميت ثم يقولوا أصحب الرأي التاني وما أدرك بأن هؤلاء أموات ألم يقل ربنا عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء الأموات أحياء عند ربهم يرزقون الميت من هو هو ميت القلب الذي هو حي يرزق ولا يذكر الله ميت ميت القلب ميت اللسان هذا هو الميت أما المؤمن الذاكر فهو حي سواء فوق الأرض أو تحت الأرض أو يوم العرض لأن عز وجل يقول لتحسبن الذين قتلوا في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون يستبشرون نعم حياة في البرزخ من ثم قالوا يجوز القراءة القرآن الكريم على الأموات هل فعلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قالوا النبي الكريم كان يترحم على الأموات وكان يغرس العشب على من كان يعدب في قبره يتبول وذاك يمشي بالنميمة فقالوا أيضا القرآن الكريم هو من البركات بقواعده ففي الأمر سعى أخي عبد السلام بعض الناس اللي يكون ربما فقراء ما عندهمش بغير طيب الزه بغير تصدق يتصدق يتصدق ولكن ما عندوش هل نقول لي عندك دراهم معدودة تصدق بها وما بعد غنقلك أعمال البر كثيرا واللي قالوا الصدق بالذكر استعملوا فالقياس لما قال النبي الكريم للمرأة التي توفيت عن أمها يا رسول الله إن أمي قد ماتت أفأحج عنها فقال أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أو لا هناك يقول لك هذه المرأة أمها ماتت وما حجاتش واش تحج عليها ماذا كان جاوب النبي ما قالش نعم أم لا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى قاعدة عامة استعمل عقل أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أو لا أرأيتي أرشدنا إلى قاعدة تسمى بالقياس القياس في الأحكام الشرعية البط يقول لا ينبغي القياس في العبادات والبط يقول لك لا القياس يعمل جميع عبادات ومعاملات اللي قالوا بأنه لا يزوء إلا في العبادات يقول لك هناك نوقف واللي يعتبر بأنه ممتد يقول لك يجوز في كل شيء القياس أطلقه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اختصار السعب السلام الأمر فيه سعب سرخوا يقرأ القرآن عن الوليدة قرأ في البيت ولا قرأ أمام القبر كما شاءت وغيرت لك بعض الناس سوف يستنكرون عنك يقول لك شركة ديارة رهد دلالة هذاك رأيهم صواب لفريق من أهل العلم ولكن الفريق الثاني يقول أيضا ليس بل هو بدعة حسنة وأنه إحياء للقلوب وأنه ذكر لله عز وجل فالله يتقبل منك أخي الكريم معنا مكلمات كثيرة ربما قد يضيق بنا الوقت نتحول من وزان إلى ابن ملال مع للا فتيحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتحة مني ملال انقطع الخط مع ديرا وغيرمشيو الميدلت مع للا فوزية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا فوزية السلام عليكم الدكتور قريبان لبس عليك أهلا وسهلا بيك للا الله يكتر من مثالك شكرا على هذا البرنامج العفو لا لفوزية لا يلقينا معك في حزنين سأل الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا ربي أمين عافك دكتور قريبان بغيسك عافك إدعيم أخوي عين شوية ليس سهل عليك يا ربي يا كريم عندو مس ترتبع ليها عندو عين صاب العين ترتبع ليه مس لا لا الله ليس سهل عليك بغيسك إدعيم عافك يشافيها الله حاليا كيدرق ولكن مازال ماسهل شو الله الشيثاء لا إله إلا الله من اللي كي يدير الأذكار دي الصباح والمساكل قال لك يحس بحال إلا الشكر دي خرج لهم صباعه لا إله إلا الله الله يشافه يا عفي يا رب شهل عمر ديره للنفوزية ثلاثة عام ممزوج لا بقي ممزوج وهدليامات قال لك من صالة الفجر استصلت العيشة هوكي صلى الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيقطعها غير بشي أعمال مهمة مثل الصلاة ولا الأكل ولا وكيحس بحال إلا الشكر غادي خرج لهم من الجلدة دي لرسه لأخر اليوم كيحس الجلدة دي لرسه طيب بعد هادش حال من النهار كيحس الجلدة دي لرسه طيب ما قدرش يدوزتها المشتعة ليلة هيل الله يا ربي كريم الله يشافه ويعافي وهدلمشكل اللي عنده عرقله شحال من حاجة في حياته أيها لا لا آه ما شاء الله ما شاء الله دعي معاه عفاك الله يسهل عليك وضغيك المجتمعين كلهم يقولوا آمن ويدعيه معه ويدعيه مع الشباب كلهم ويدعي مع واحد اختي عفاك الله يسهل عليك بقي من زوجهش حاليا ما ما زال زعم صلع مرضيال يلا عندها دبا واحد وعشرين عام ولكن من الكيزي هاشي حد كتر صاحبكو كتخافو كنخافو حتى احنا ومازل مسهل الله في ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله وهدخو يبقى فيه بزاف هدخو يا حبيبي بقى فيه بزاف الله يشافيه يا رب الله يشافيه وعسكو بغيت رقم ديالك دكتور كريدان ليسهل عليك لهذا الأمر وخال الله مرحبا لله مرحبا لله مرحبا لله فوزياء انا غندوزك الستندر بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله الشباب من اللي كي تصابوا بالمس حالة المس كلي ما كيعتقدهاش يقول لك لذك غير أعصاب أو يقول لك ربما هدك عنده غير حالة اكتئاب أو ربما ضواهر من ضواهر المس كيم وكيصيب الدكور والإينات وغالب ما يصاب به الإينات ولكن الدكور من اللي كي تصابوا كي تعذبوا بزاف كيد البعض اللي كي تصاب في الركاب دياله ركابه دائما كي تزعزعو وكي اللي يحفظ اللي كي تصاب في الصدر دياله وكي اللي في البطن دياله ولكن أخطرهم من يصابوا في الرأس لذك الروح الخبيطة كدخل من المنافذ دي الجسم اللي هي التقبتين دي الأنف أو الفم أو الأذنين أو القبول أو الضبور أو غير ذلك ومن البات كتستقر في مكان معين إلا استقرت في الرقبة حالة سهل النساء عادة كي استقروا لهم في الرحم وكي اللي كي استقر ليه في البطن في أعلى البطن عنده واحد الغمة في صدره وكي اللي كي استقر ليه في اللسان اللي أحفظ نوائيكم شفت فوقها حافظي القرآن الكريم وقاليهم ابتلاء كي يمسوا في اللسان دياله ومحامين مفوهين على أبواب المحاكم وأصيبه في اللسان دياله كي استقر ليه تم كي أقول ليه لسانه مبقاش يتكلم وكي اللي كي استقر ليه في الدماغ وأخطرهم وكي دياله المانع المانع من كل شيء إلا كان عازي بما يمزوج ولكن مزوج فوتو في العلاقة الزوجية بل أكثر من ذلك كي دي المانع للوسط العائلي تلقى العائلة كلها عندها مشاكل العائلة كلها عندها ظروف صعبة بسبب تواجد شخص مريض العناج مو يصر بأمر الله تعالى على من يصر الله عليه أخوكي للفوزياء وقد استعمل الطريق الصلاة على النبي الكريم ذاك الشوك اللي غير يخرج منه بمعنى أنه في الغالب كتجيه مرأة الروح الخبيثة دي الأنتة تأتي للرجل والمرأة يأتيها ذاكار غالبا أنتة ما كتبج تخرج منه والبج تخرج من الرأس دياله من شوك كتقى الصعوبة في الخروج حيث الخروج يخرج من الفم أو من القبول أو الضبر عادة النساء يخرج لهم من القبول والرجال يخرج لهم من الفم هو يريد أن يخرج لهم من الرأس يشعر بالشوك في الرأس دياله مدم أنه يصلي على النبي الكريم رأى عنده أجر وتواب الله به عليم لأن الصلاة على رسول الله كله خير وكلها بركة قل لي أختي فوزياء يستمر في الصلاة على النبي ويستمر في قراءة القرآن الكريم خصوصا آيات مخصوصة يقرأ الصفات الصفات يقرأها بقوة رفها أجر وتواب عظيم وفيها سر إله كريم والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتالية ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب ويقدفون من كل جانب ويقدفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شغاب تاقب فأتبعه شغاب تاقب فاستفتهموا أهم أشد خلقًا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازب احتى اللازب إلى قوله تعالى من طين اللازب هذا المقطع يقره ويعود يقره ويعود يقره لأنه يحرق الأرواح الخبيثة وكتطب تخرج ممكن نهر الأول ما تخرج نهر الثاني ما تخرج ولكن نهر الثالث قد تستعد للرحيل بأمر الله تعالى لأنك تحرق ولا طاقة لها بأن تمكت في هذا الجسد خصوصا إذا كان من الجن العاشق إذا كان ذلك الروح اللي فيه امرأة عاشقة كتبغيه وخاتسلخها وتضربها وتسبها كتبشي وكتعود ترجع لأنها عاشقة ولكن حينما تقرأ هذه الآيات تحتارق أن ذلك تحمل حقائب ديالها وتخرج وغيرت القيم البعض بأن المشاكل للعائلة بدتك تزول والعكوسات اللي عند الأخت وعند أفراد الأسرة بدتك ترتفع لأن هذا الروح قد تخلق واحد الجو كئيب داخل الأسرة برمتها فنسأل الله الكريم المتعال أن يشافيه ويعافيه ويداويه اللهم يا رب يا كريم هذا الشاب في هذه الليلة المباركة اجعلها عليه آخر الأحزان اللهم يا رب احفظه من الأرواح الخبيطة اللهم اجعلها تخرج من جسمه اللهم اخرجها من العظام وأخرجها من الأجسام وأخرجها من الأرواح بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين وبارك الله في العائلة والأحباب أجمعين وهذه وصية لأحبابنا الكرام حينما نقوم بالورد القرآن تلاوة كلام الله نكون محصنين نحصن من العين نحصن من الحسد نحصن من المسي نحصن من السحر نحصن من الموانع فهي دعوة لنا جميعا أن نكترى من تلاوة كلام الله جل جلاله الأحباء الكرام تعالوا بنا في ختم حلقة اليوم ندعو الله عز وجل بدعاء الحسن الحصين يكون لنا جميعا شفاء من كل داء ومن كل بلاء ونقول جميعا أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على أولادنا بسم الله على زوج أزواجنا بسم الله على أحبابنا بسم الله على أموالنا بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر الله ربنا لا نشرك به شيئا عز جارك جلت ناؤك تقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا نعود بك من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أن تآخذ بنصيتها إن ربي على كل شيء قدير نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده نعود بكلمات الله التامات من همزات الشياطين وأن يحضرون نعود بكلمات الله التامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ ودرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا يطرق بخير اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم ومن جنوده أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يصدون عن فعل ما أمرتنا به أو يحثون على فعل نهيتنا عنه اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناصيته بيدك يرانا من حيث لا نراه وأنت تراه من حيث لا يراك اللهم أنت تقدر على شأنه كله وهو لا يقدر من أمرك على شيء اللهم إن أراد بنا سوءا فاردده يا رب وإن كادنا فكده نضرأ بك في نحره نعود بك اللهم من شره يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل دي شر يد الجلال والإكرام اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وجور الظالمين يد السلطان العظيم يد المن القديم يا ولي الكلمات التهمات والدعوات المستجابات اصرف عنا وعن أهلنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وكيد الكائدين اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا واحفظنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلق الله وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الداكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته